اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بوكيمون بريليون دايموند وشاينين بيرل انا بروفاسور ببعم من قناة بوكيمونين او بوكيمونيان احنا النهاردة مش هنلعب بوكيمون بريليون دايموند ولا شاينين بيرل ولا حاجة سانا حبيتها فاجئكو كده انا عارف ان احنا حلقة اللي فاتت وقفينا عند التلاتة جينيز اللي احنا مسكناهم لاندرس تورنيدوس وثاندرس والمفروض ان احنا حنرجع لميسترس كوجيتا نبلغها باللي احنا لقينها دا ولكن قبل ما نكمل انا النهاردة فيه ميشن تانية عايز اعملها اللي هي بتخلينا نمسك مانفي وفيوني انا علشان اعمل الميشن دي اكتشفت ان انا كل الهنس او كل الارشادات ازاي نوصل لمنفي وفيوني موجودة في بوكيمون بريلين دايموند وشانينج بيرل وبالتحديد في المكتبة اللي في كاناليف سيتي لو احنا فتحنا الماب دلوقتي هتلاقوني ان انا واقف في كاناليف سيتي وهتلاقوا في مكتبة في شمال غرب المدينة وهتلاقوا في الدور التاني الكتاب اللي اسمه The Seas Legend اللي هو بالضبط اسم الميشن اللي موجودة في الناحية التانية في بوكيمون لجنز ارسيس فتعالوا نقرأ الكتاب بتاع The Seas Legend او اللي هو اسطورة البحر بتقول ايه يعني هو كتاب تم اكتشافه مؤخرا ولكن تم فك رموز او شفارات الكتابات الاديمة دي فالقصة بتقول كان ياما كان في البحر الشرقي كان فيه بوكيمون معروف ان هو كان برينس فيه انسان شجاع سأل البوكيمون اللي عايشين في البحر ان هم يرشدوه لمكان البرينس ده يبقى بويزل مانتايك وكويلفش بسبايكس كبيرة طبعا احنا عارفين مين الكويلفش اللي بسبايكس كبيرة ده طبعا هو اسمه او بويزل مانتايك شافوا الشجاعة بتاعت البني ادم اللي عايز يروح يشوف البرينس بتاع البحر ده امير البحار وشاركوه في الرحلة بتاعته تاني يبقى هو بيقول وقت غروب الشمس طلعوا من البوابة البحر بوابة المحيط بالتحديد بوابة المحيط بالتحديد تمام؟ طبعا احنا عارفين ايه هي البوابة اللي مش فاكر منكم اهديكوا فرصة الغايب من روح في لاجنز ارسيس وتشوفوا بالزبط ايه الحتة اللي احنا بنقول عليها اخبار البني ادم اللي رايح يشوف الامير وصلت لما سمعوا بوابة المحيط بالتحديد وساعتها لما عارف انه البني ادم رايح يدور عن الامير او الامير عارف انه البن ادم بيدور عليه يعني راح يقابله واستناه في مكان اسمه سي سايد هولو وبكده يبقى دي الارشادات كلها اللي احنا محتاجينها علشان نلاقي معنى فيه على اقل معنى فيه وفيه انا مش عاركو الاتنين هيبقوا موجودين ولا لا لأ لسه عموما هنقص الشريط هنا وارجعلكو تاني على طول اول ما نكون جوه بوكيمون لجنز RCS واحنا دلوقتي في بوكيمون لجنز RCS يا شباب طبعا ايه اللي منكم خمن او مخمنش يعني برضو ايه لو انتو شايفين من هنا من مكاني البوابة اللي بتكلم عليها القصة موجودة هناك خالصة هي اللي هما الفاكرين الارنين اللي كان واقف عندهم ثاندرس الحلقة اللي فاتت احنا دلوقتي تقريبا وقت الغروب بالصدفة انا ما كنتش قصد ازبطها بالشكل ده فاحنا هنروح على الكوستلاندس كامب ومن هناك احنا هنتأكد انه التيم بتاعنا عليه بويزل، مانتايك و اووركويل يبقى هما دول التلاتة بوكيمون اللي احنا محتاجينهم اووركويل، بويزل او اسف مانتايك و بويزل تمام؟ يعني انا معي منهم اتنين بس الفا اللي هما اووركويل و بويزل مش فارقة يبقى معاك الفا ولا لا بس هما دول اللي لقيتهم في البوكس عندي ومن هنا هنبدأ رحلتنا في الوصول لامير البحار اللي هو اكيد مش محمد هنيدي حسنا وقت الغروب اهم حاجة وقت الغروب ومعنا التلاتة بوكيمون دول هنعدي من البوابة أديكم سمعته ده صوت ما أنا في اشتغل You heard something that sounded like a cry and a boulder shifting in the distance أوه أوكي في حجر اتحرك من مكانه تمام طيب إحنا عدينا دلوقتي بالفعل من البوابة ومعانا لتلاتة بوكيمون اللي كانوا مطلوبين مننا السي سايد هولو لو أنتو مش عارفين مكانه أهو هنا بالزبط فإحنا ممكن ننزل نحط عليها ماركر ونبدأ نتحرك في الاتجاه ده يعني هو غرب مننا دلوقتي فإحنا ماشينا أهو إلى الآن طريقنا مظبوط أعتقد وأظن أن إحنا بمجرد دخولنا للكهف اللي هو السي سايد هولو ده أكيد هنلاقي على طول ما نفي وفيوني مستنينا أهو هنا إحنا عربنا خالص أهو يعني لو بس حتاجنا بوكيمون يبقى في باتل أو كده قدي ما أدخل الكهف أهو يا شباب فإحنا حننزل على رجلنا وندخل الكهف تعالوا نشوف مين هيقبلنا ما نفي وفيوني ولا ما نفي موجود فعلا وفيوني ثلاثة فيوني أوكي هل معنى كده أن نحن نمسكهم كلهم مش عايرف لسه أوكي أجب الصف احنا مف improves then we'll manage them فاااااا эта会قل ممكن نرمي عليهم اهو من اللي هي البتاع ده الاااو آو ونرمي آلترا بال دي واحد آااا كما تت選مảo واضح طيب نجرب في الثاني آااا ده ثلاثة فيوني وواحب مانفي هنجرب مع المانفي دるوقتي مسكنا اول فيوني يا شباب اعتقل منفي مش هيسبنا نمسكه غير لما نمسك الاتنين التانين انا بصراحة عايز امسكهم الاول خايف ان انا امسك المنفي يقوم الفيوني يختفه فاحنا نمسك الاتنين الصغيرين الاول بالرغم يا جماعة اللي منكم لعب بوكيمون قبل كده بالرغم انه لو حاولت تعمل بريدنج او تخلي يعني منفي تحطه في الديكار ويعمل بيضة بيطلع من البيضة دي فعلا فيوني ولكن ما لا اعتقد ان هما بيتطوروا منها يعني فيوني بيفضل بوكيمون زي ما هو لسه برضو ما انا فيه مش راضي بمسك هنرمي عليه الالترا بال كمان مرة الاول مرة دي هارب اه ممكن نرمي عليه بوكيمون من بتاعنا علشان احنا الهلث بتاعنا في الارض خالص اش عارف انا خاف اضرابه اي ضربة يموت فاحنا ممكن نعمل اه اجل ستايل دارك بالس عل اساس انها مش اقوى حاجة يارب بس ما تقتلوش اه اوكي كويس قوي اقل من النص كمان اوه مون بلاست ما اظنش ان معنى فيه كان بيتعلم مون بلاست زمان دي واضح انها حاجة جديدة في لاجنز ارسيس ما اتموتوش والنبيا ايوه بس حلو قوي كده نرمي عليه بقى الترا بال مفروض المرة دي بمسك يعني تمام ومسكنا مانفي وفيوني طبعا احنا حدنا عن طريقنا شوية اللي هو كان مفروض ان احنا نكمل على مسترس كوجيتا ولكن كده احنا يعني بنقرب شوية بشوية لو انتو بصيتوا على البوكيدكس بتاعي انا ما بين الحلقات بحاول ان انا خلص على قدر المستطاع كل البوكيمون اللي نقصين عندي علشان ان شاء الله الحلقة الجاية ان ما كانش الحلقات دي انا ما اعتقدش ان احنا هنلحق نعملها الحلقة الجاية ان شاء الله هنقابل ارسيس لانه هو ده الابجكتف او ده الهدف اللعبة ان احنا نجمع كل البوكيمون ونقابل بيهم ارسيس انت ميسكت السباح اللي ايه العجيب انت ميسكت السباح اللي ايه العجيب يعني بوكيمون بيحب بيهاجر كتير يبقى بيسافر عبر البحار والمحيطات منذ أزمنة ماضية على الأقل ده اللي مسكور في الايه قصة بتاعة أسطورة البحر I had a jolly hard time getting hold of this tomb يعني كان صعب علينا هو يلاقي القصة دي but it seems it was worth it in the end ولكن الموضوع كان يستحق العناء في نهاية الموضوع خلنا تلاتة كامت شارد وبصراحة انا مش هكذب عليك وانا مفلس تماما لان انا بعت كل حاجة معايا واشتريت بيهم كل المستلزمات لان احنا نعمل Ultra Balls وال Jet Balls فهنبيعهم على طول لان انا محتاج فلوس جدا طيب هنرجع دلوقتي على القرية طيب احنا بنلعب النهاردة بتاريخ 5 مارس بعد الـ update بتاع daybreak اللي هو نزل فيه كل الـ massive mass outbreaks وكمان لو انتم شايفين اخيرا جالي البوب فلتر الجديد اللي انا مش بخبطه فالحقيقة انا يعني دلوقتي في قمة السعادة هنرجع دلوقتي الـ village ومن هناك على طول هناخد طيارة مش طيارات في الزمن ده يعني بس يعني مجازا هناخد اول طيارة طالعة على مسترس كوجيتا علشان احنا مسكنا خلاص التلاتة جينيز تورنيدوس، ثاندرس و لاندرس طبعا هم الـ forces of nature او اللي هم القوة الطبيعة اللي هم تورنيدوس طبعا من التورنيدوز من الاعصير ثاندرس من الرعد و لاندرس من الارض او يعني هو المسؤول عن الارض يعني هقول ايه تعالوا نتكلم مسترس كوجيتا ونشوف هتقول لنا ايه بعد اوه احنا لازم نعمل البوكي داكس انتريز كاملة هنقص الشريط وهرجع لكم بعد اما كون عملت كل البوكي داكس انتريز وما ديعناش اي وقت وخلصنا كل البوكي داكس انتريز بتاعة التلاتة جينيز الحقيقة هم ما كانوش صعبين جدا يعني شوية سترونج ستايل على اجل ستايل موفز على السيجنيتشر موف الجديدة بتاعتهم كل بوكي مون من دول بقالوا موف جديدة احنا شفنا يعني معظمهم ما كانش كلهم اثناء ما كنا بنحاول نمسكهم بليك ويند ستورم ويلد بولت ستورم ويسان سير ستورم كلهم ستورمز كلها عواصف يعني فاحنا دلوقتي هنكلم مسترس كوجيتا وانا مش هخبي عليك وانا عارف ايه البوكي مون اللي هنقابله دلوقتي زي ما انتوا سمعتوا انا نهاردة بسجل بتاريخ خمسة تلاتة يعني خلاص اللعبة بقالها كتير قوي تم اصدارها وانا اتأخرت في تصوير الحلقة دي للاسف وداه لزروف شخصية ولكن تعالوا نشوف اي البوكي مون اللي هي ظهر لنا يبقى احنا عرفنا الكتير من المعلومات عن التلاتة جينيز ويبقى في أوقات اخرى كان ممكن تقول يعني زي تنصحنا ان احنا نطلق صراحهم اعتقد ويحنا لسه يدوبك ايه خارجين من الموضوع بتاع السقب الاسود ده يبقى لحدا ما الاصار تسبب فيها السقب الاسود ده تختفي وتزول من الافضل ان احنا نخلي التلاتة بوكي مون دول معانا and now it is time to tell you the rest والآن حان الوقت لأخبرك بالباقي ايه هو there is one more of that cohort come بتنده على الفورس of nature الرابعة enamorous امار طبعا enamorous زي ما انتوا شايفين ديكم فورصة كده بصوا على التصميم بتاعها اولا الثلاثة جينيز بتاعنا كانوا كلهم ميل كلهم ذكور وده الجيني الوحيد اللي في ميل وبالاضافة الى ذلك هي كمان في ميل اه هي فاري تايب احنا كان عندنا thunder tornado و land الحقيقة انا مش فاهم ايه علاقة الحب بانه هو يكون فورس of nature حاجة هتحتاج لها حلقة لور كده لازيزة نقعد نفتش وراء ايه موضوع انامرس لو انتوا حابين تشوفوا حلقة عن الموضوع ده يريد تسيبولنا comment سيبولنا تعليق قولولنا ان انتوا عايزين تشوفوا حلقة نفتش فيها عن ايه سبب وجود انامرس في الهسوي ريجن this is enamorous a pokemon hailed as the herald of spring enamorous is not particularly given to ill behavior but i imagine you'd like to document her for your pokedex wouldn't you هي بتقوليني يعني ايه ممكن نحنا نسجل معلومات عنها في ال pokedex بتاعنا catch her then if you like she always fits about in the crimson myerlands اوه يبقى هي هتكون موجودة في ال crimson myerlands انا مش عارف ازاي هي استدعتها بالسهولة دي ولكن قبل ما نطلع crimson myerlands عايزين نتاكن احنا معانا الايتمز الكافية اعتقد يعني ان شاء الله في كفاية معانا انا نرجع لجوبلايف فيليج ومنها نطلع على crimson myerlands مش عارف بالزبط هنلاقيها فين اه ولكن برضو يعني من غير ما اشوف جايد هنجرب الاول على اساس اه نخمن على اسامي المناطق الموجودة في crimson myerlands وممكن منها اه عنوصر الى مكان in amorous تعالوا نفتح كده الخريطة سكارلت بوج على أساس اللون تعالوا نبدأ بالمنطقة دي طبعا سكارلت اللي هو اللون الأحمر وهي إنامرس يعني فيها إلى حد كبير لون المحمر ده فإحنا ممكن نبدأ بالمنطقة دي ونجرب حظنا هناك يمكن نلاقيها هو تخمين يعني مجرد تخمين طبعا لو الموضوع أخذ مني وقت طويل قوي في البحث عن إنامرس هاقص الشريب برضو وهرجع لكو بس يعني ناخد كده بصة في الحتة دي على أساس ده تخمين مجرد تخمين واضح إنها مش موجودة هنا واضح إنها مش موجودة هنا طيب زي العادة هنعمل المونتاج بتاعنا وهرجع لكو أول ملاقي إنامرس طيب شباب واضح إنه فعلا إنامرس في الكريمزن مايرلاندز أنا ما غبتش كتير عن وقت ما وقفت بس هننزل ندور على المستوى الأرض كده يعني أنا دخلت بسيط برضو على الجايد بتاع أوزايروس وكان بيقول إنه هي برضو في المنطقة دي أنا فعلاً لأن التخمين بتاعي كان سليم يعني على أقل الحاجة الفرق الوحيد إنه هو كان عامل الوقت بتاع النهار أو يعني وقت اليوم كان بالليل عنده فمش عارف هل دي حاجة هتفرق ولا لأ قدينة بناخد لفة كده سريعة ممكن وإحنا بنتفرق كده على الكريمزن مايرلاندز والمنطقة بتاعه أهي 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 نامرس أهي قبل ما نوصلها أحابب أقول لكو يا ريت تقولولي إيه رأيكم في تصميم البوكيمون الجديد ده هل عجبكو مش عجبكو حاسين إنه هو يعني ملائم للتيمة بتاعت الأربعة بوكيمون التانين أو التلاتة التانين إحنا بقى محتاجين إيه نتسحب عليها خالص لأن إحنا عايزين نرمي الستيكي جلوبز دي عليها على قد ما نقدر مشكلة إن هي عمالة تبعد وإحنا أصلا ماشيين في الوحل وسرعتنا بطيئة جدا كمان في ألفاز هنا أيوة لا 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 وإنه بيستنى بس استنى بس ديلي فرصة بس لا حلو لقاة إلا بالله موضوع صعب جدا يا جماعة هنشغل واحد كمان من ده وممكن بقى نبدأ نرمي الايه كده هو ده الحل زي ما كنا بنعمل زمان يا ابني سبني بقى قربنا 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 بس يعني مشكلة إنه فيه ألفاز كتير وفيه بوكيمون كتير مدركين وجودنا فعمالين يهجيموا علينا وده شيء مش بيساعد خالص احنا قربنا هون منها خالص تمام فرصتنا دلوقتي نرمي عليها الألترا بول هحاول مساكها من غير ما نخش في باتل معاها ولكن لو هربت حارمي عليها على طول آه مش هينفع حارمي عليها على طول لازم نحاول نرمي عليها ستيكي جلوبس تاني آآ ياريت تسيبني في حالي يا ابني ابعد عني يا ابني يا ابني ابعد عني يا ابني يا ابني ابحث عني يا ابني خربت العيشة يعني ملقوش حاجة أصعب من كده يعملوها والله بجد أنا مستغرب طيب هي واخدى بالها مننا قوي فاحنا هنقعد نرمي كل القنابل اللي معانا دي عشان نوصلها من غير ما تاخد بالها مننا أرجوكي 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 بقى خلينا نخلص أنا مش فادل معي كتير مش فادل معي ستيكي جلوب كتير والسموك بومس خلاص طيب لازم نشغل برضو مشكلة ان احنا بنخلص ستيالث سبري قرب يخلص مننا ودي حاجة مش كويسة أبدا آه قربنا هو يلا ومضطر نعمل مرة كمان هي قريبة مش بعيدة وده الجزء الجانب الكويس ثاني 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 أيوا تمام ايه الله بنا أخيرا وسلم طيب بما اننا في باتل فأنا عارف ان هي هيا فالي تايب دارك بولس مش هتعمل هي مكتوب فاحنا هنضرب الدارك بولس بتاعتنا تمام حلو كده ممكن نعمل واحدة دارك بولس نحاول نيرمي ألترا بول بعدها على طول تمام نيرمي ألترا بول يا ريت بقى يعني انها مرس خدتي مننا وقت كتير ومش حلو على صحتك ده هنقذيكي يعني برضو مصممة هي ماشي كمان لا حاول علاقة إلا بالله اوف اه ربيض اه اوكي اه لا هنضطر نغير كده ممكن ننزل تايفلوجين نجرب تايفلوجين دي معاها كرانش ايه غباء ده بنزل حاجة برضو ضعيفة لل ما علينا هنعمل ميستيكل فاير اه اجيل ستايل عشان برضو ما تموتش ان شاء الله يعني بتايفلوجين بتاعنا بقى لابل 91 سيئة عندها ديفانس بوست فأنا كنت يعني ايه عامل حسابي برضو يا ساتر يا رب نجرب بقى ألترا بول بسم الله يعني اثباتي اثباتي بقى مش هايزين نخسر بعض مش فايدة طيب هنضطر ان احنا ايه نغير تاني ونلاقي بوكيمون يعني يعمل دربة متبقاش قوية برضو فاوم والله ممكن ننزل واحد من الشباب دي بس ما فيش حد فيهم معاه ضربة ضربة ليس جيدة عليها يعني ممكن لو بصينا على البوكيمون كده سريعا اه لا في معاهم كرنش طيب ممكن ننزل يلا جيني ضد جيني علشان هو ده الحل طيب نعمل فايت هنعمل أجل ستايل كرنش برضو ربنا يستر الله انا خايفة موتها بس المفروض يعني ان دي نوت فاري افاكتف ايوا باس حلو قوي كده ودي السيجنتر موف بتاعتها سبرينج تايد ستورم ضربة برضو جديدة في بوكيمون لجنز ري سي اس اخيرا مسكنا انامرس وكده نبقى خلصنا الجينيز وخلصنا التلاتة او ساري الاتنين مانفي وفيوني في حلقة واحدة اعتقد ان احنا هنعمل ريبورت للبروفيسور دلوقتي ونعمل مراجعة كده سريعة على البوكي داكس بتاعنا نشوف ايه اللي فاضل لنا انا عندي كده يعني فكرة مسبقة عن ايه اللي فاضل لي في البوكي داكس لكن هوريكو برضو معايا هي حاجات يعني روتوش بسيطة اوي هانت خالص يعني فتعلوا كده ووريكو البوكي داكس بتاعي احنا مسكنا 238 وكده يبقى فاضل اه ستة لا اربعة بوكي مون بس اه الاربعة هم اول واحد سبيرتوم اه سبيرتوم طبعا هو مشكلته انه هو بتجمع مية وسبعة وسب انا فاضل لي يعني يمكن اقل من عشرين فما بين الحلقتين مية في المية هجمع بقية الفاضلين والحلقة الجاية نمسكه مع بعض اه ولكن ما بين الحلقات احتمال كبير احاول ان انا دور على مكان بيبلوب مش لقيه خالص معرفش يعني انه مش بوكي مون صعب انك تلاقي انا لقيت برينبلوب ولقيت امبوليون ومسكت منهم يعني ما يكفي ولكن مش لقيه خالص بيبلوب فقادي كده اتنين اه حيتبقى ماجنمايت وماجنتون برضو بوكي مون مش حاجة نادرة خالص ولكن هم نقصين من عندي وبمجرب ما نمسك الاربعة دول ان شاء الله الحلقة الجاية هحاول ان انا خليها تبقى بس سبيرتوم ومنها نطلع على ارسيس ونخلص اللاتس بلاي بتاعنا ولحد وقتها ياريت 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 يعني انا مبسوط بالدعم ولكن نفسي ان نلاقي دعم اكتر من كده احنا بنبذل مجهود لا بقسة به اتمنى ان انتم تكونوا حاسين به في اللاتس بلاي بتاعنا وكل حاجة المحتوى التانية اللي احنا بنقدم في قناة بوكيمونيان فياريت ادعمونا بلايك على الفيديوهات شيروا القناة او شيروا الفيديوهات التي بتعجبكم واعملوا subscribe للقناة يعني ياريت خلوا الناس تعمل subscribe لينا لو انتم فعلا بس لو انتم فعلا عجبكم المحتوى بتاعنا لو مش عجبكم المحتوى بتاعنا ما فيش مشكلة مش لازم يعني تعملوا اي حاجة ولكن لحد الحلقة الجاية اتمنى تفضلوا بصحة وبسلامة أنا كنت بروفيسور بابعم من بوكيمونيين هشوفكم المرة الجاية على خير سلام